النادي الاهلي في المغرب النادي الاهلي يستعد لمواجهة كبيرة أمام أوكلاند سيدي يوم الأربعاء القادم فيه مستهل مشواره بكأس العالم للأندية والنادي الاهلي إن شاء الله يقدم بطولة كبيرة وبطولة محترمة كعته يعني في كأس العالم للأندية بصراحة الواحد يطمح لأكتر من البرونزية ولكن إن شاء الله لو الاهلي وصل السيمي فاينال فأكيد الصدام هيبقى صدام صعب وقوى جداً أمام فريق ريال مدريد بس إن شاء الله بس نوصل للمرحلة ديت ونشوف النادي الاهلي قدام ريال مدريد في منافسة دولية كبيرة زي كأس العالم للأندية النهاردة النادي الاهلي خاد أول مران له في المغرب على ملعب سائية الرمل باستاذ تطوان المران حضر السفير المصري ياسر إبراهيم وشاهد المران جلسة بين مرس الكولر وجهازه والمعاون وأيضاً جلسة مع اللاعبين المران كمان شاهد مشاركة السلاسي محمد هاني ومحمد عبد المنعيم وحسين الشحاد بعد شكواهم من الإجهاد في الأيام الماضية المران كمان كان فيه تدريبات بدنية لنص ساعة لتجهيز اللاعبين والأهلي كمان تسلم النهاردة الكرات الخاصة بمباريات كأس العالم للأندية والفيفا قام بتسليم النادي الاهلي شهادة رسمية لتوصيق مشاركته في كأس العالم للمرة السامنة في تاريخه لعاب النادي الاهلي النهاردة خضعوا لجلسة تصوير رسمية للبطولة وكمان الفيفا عمل اجتماع تنصيقي لبعثة النادي الاهلي لبعثة فريق النادي الاهلي والجهاز الفني وعرض عليهم كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة ده أو ده فيما يخص النادي الاهلي وتوجوده الآن في المغرب استعداداً لأولى مبارياته في كأس العالم للأندية